حدد الأهلي أربع طلابات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في شكواه ضد حكم مباراة النجم السحيلي بالجولة الأولى لدور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا وكانت الشروط كالتالي ضرورة تطبيق تقنية فار في مختلف مراحل البطولات الإفريقية ابتداء من الموسم الحالي خاصة بأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها بأي شكل عدم تكرار تعيين نفس الحكام لذات الفرق في نفس البطولة ضرورة تعيين حكام النخبة أصحاب الخبرات التحكمية في القارة لإدارة المباريات ذات الحساسية بين الفرق المصنفة على المستوى الإفريقي ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية والشفافية خاصة أن الأخطاء ذاتها تتكرر مع كل أزمة دون مبرر واضح مهم جداً للأهل عملوا لأنه التعامل مع الحكام في إفريقيا الحقيقة تعامل مؤقت جداً دايماً الحكام بيبقى عندهم حسابات سيبك من القصة بتاعت إن احنا ندخل في دمائر الناس أو ندخل نرمي تهم على كل مين دفع إيه ومين أخد إيه مش هيدي قصتنا لكن في حكام كتيرة جداً بتعمل حساب لصاحب الأرض تاني في حكام بتعمل حساب لصاحب الأرض ممكن تعمل لك إنت شخصية ممكن تيجي هنا زي في مطش مصر والكونجو مثلاً في تصفية كسر عالم في اللحظات الأخيرة أدلك ضربة جزاء كان ممكن جداً لو المطش ده بره هناك ما يدهلكش في حكام بتتأثر جداً بالتواجد الجامهيري يلاقي 70-80 ألف ويعرف إن فيه بره 100 ألف ويعرف إن فيه ملايين بتتفرج ويعرف إن الدولة كلها يعني متابعة وداعمة وبتاع فيبتدي قال لا هو ده من ضمن النقط اللي الأهل تكلم عليها ما ينفعش إنك تجيب لي أي حاجة مخلاص ما ينفعش إنك تجيب واحد ممكن يتأثر بالحاجات اللي زي دي ممكن يتأثر لو خدتوا بالكوا في المشهد بتاع طارد أيمن أشرف هو أصلاً ما كانش رايح وهو حط ييده في جيبه الكارت الأحمر بيقى في الجيب اللي واره وبالتالي طبيعي ان انت وانت رايح واخد القرار من اول لحظة انك تبقى واخد الاكشن بتاع ايدك ايدك يعني جهزة هو راح وهنج لمدة ثانية وبعدين لما العيبة عادت تعمله كده وقالت له كلام وطبعا هما اللغة ممكن تبقى اسهل في التعامل مع العيبة التوانسة والمغربة والجزائرين مع الحكام الأفارقة بيعرفوا اتكلم انجليزي بيعرفوا اتكلم فرنساوي اتأثر هو بالكلام ده اتأثر باعتراضات لعيبة النجم وتأثر بوجود جماهير كتيرة لكن في نفس الوقت عشان برضو ما نبقاش بنجامل وانا ما بجاملش حد هي لعبة تستحق انذار لآيمن اصرف ودي وجهة نظر يعني سيبك من اي حاجة بقى سيبك من الناس اللي بتتكلم على انه لأ ما ينفعش وما عملش حاجة وبتاع لعبة من الاخر كده اللعيب لبسها لآيمن اصرف بالبلدي بلغة الكورة يعني لبسها لآيمن اصرف الحكم كان جاي من وراهم هما الاتنين مع الاعتراضات ومع التنشنة والبتاع راح مطلع على الكارت الأحمر لكن هي في الآخر تستوجب كارت أصفر لان هي فيها شد يعني في ناس انكرت انه فيها حاجة وانه ملمسوش وانه بتاعلى اي يعني موضوع واضحة جده حقيقة احنا مش جايبين حاجة من عندنا تفرج تانية على اللقطة هتفرج على انه ايد ايمن جابة اللعيب جابة اللعيب مش طبعا يعني كان في مبالغة كتير من اللعب ودي طبيعة اللعيبة في شمال افريقيا واحنا عارفين كده يعني احنا واحنا راحين نلعب في تونس في الجزائر في المغرب بنبقى عارفين هم بيعملوا ايه لو متقدم عليك هيقعد ينام على الارض 3-4 دقايق كل شوية لو حاب انه ياخد منك ضربة جزاء او كارت احمر زي ما شوفنا هيعرف يعمل كده هيعرف يتعامل مع الحكام زي ما قلتكو اللغة مهمة جدا لعيبة تونس والمغرب والجزائر عندهم ما شاء الله اللغات كويسة باعتبر ان هم استفادوا من الاحتلال عندهم فبقى يتكلموا انجليزي وفرنسوي بطلاقة فبيتعاملوا مع الحكام بشكل اسهل بكتير انت ممكن كالعيب مصري ما قلقاش عندك لغة ما قلقاش عندك غير why yes no حاجات سهلة وبسيطة فما بتقدرش تتعامل مع الحكم وتقدرش توصله وتأثر عليه سعابي امطلوب والكلام ده كلام نجوم كبيرة في نادي الاهل ونادي الزمالك انه مطلوب ساعات انك تأثر على الحكم انك توصله انه ايه القرار اللي انت واخده ده ده القرار ده باين او انه طارد انت ازاي مش تطرده فمع التنشنة اللي في المدرجات وبتاع الحكم يتأثر علي وطلع على الكارت وبالتالي انت هي غلطة من ايمن خلينا نقول انها انت العيد دولي وعيب كبير فما ينفعش انها تطلع من العيب بقيمتك لكن يعني نادي الاهل يستفاد اكيد من الغلطات اللي ظهرت في اللقاء ده واضح انه النجم كان عامل حساب كبير لنادي الاهل يستفاد اكيد من الطرد ومن غلطة رامي ربيع عفاء الكرة الخاصة بالهدف